اهلا بكم مرة اخرى في عدد جديد او في لقاء جديد من ذاكرة وطن هذه المرة سوف نتحدث عن فترة قديمة بفنونها وتقافتها وما كنا نهتم به من انواع التقافة في ذلك الزمن ليس بكاء عن الماضي ولكن تقديرا واحتراما لكل الذين ساهموا في تكويننا وتربيتنا في ذلك الزمن واحتراما لما قدموه للخزانة الوطنية من فكر وتقافة وللفنون من ابداع ومن مسرح ومن غناء فإن كنا نبدأ من استينات مثلا في استينات كانت نبدأ بالإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية كانت تلعب دورا كبيرا وأساسيا في تكوين المواطن سواء مواطن متعلم أو غير متعلم الذي لم يكن له الحظ في أولوجي المدارس فكان الشباب يعطي أهمية كبيرة لسماع الإذاعة بعض البرامج كانت تأخذه ويعني يوليها اهتمامه لأنها فنية ثقافية محاضرات ضيوف ندوات فكان بصريح العبادة أن الإذاعة كانت قاموس للمواطن يتعلم بي وخاصة الذي هو في طور الدراسة لا أتكلم عن أساتذة الذين كانوا تبارك الله وماشاء الله على ما كانوا يتمتعون به من قوة ومن إدراك وهبوه في واستخدموه لإعطائه رغم أن الطريقة كانت طرق تقليدية في التعليم لم تكن تلك الطرق بدغوشية الجديدة التي تعطي الوقت للمتلقي وتؤيده في أن يكتسب الخبرات في اللاعب وفي كذا وفي كذا ولكن كان هناك الشدة لتحصيل الإذاعة كانت تعطي يومياً مسرحيات مثلاً كانت تتوفر على فرقة تمتيلية من كبار وعباقرة تمتيل الإداعي أذكر من بينهم السيادة رزاق حكام رحمه الله أمينة رشيد رحمه الله سالعربي الضغمي الذي لعب دوراً كبيراً في أحد الأفلام كبيرة من إنتاج فورد كوبولا وهو لطالانواغ حميد من سعود الذي وفاه الأجل هذه عشر سنوات ولكن مما يتلج الصدر أن مدينة الرباط جعلت من منزله بالمدينة القديمة متحفاً تكريماً لروح هذا الفنان الكبير الذي دخل السينما بقوة السينما العالمية ليس فقط السينما المغربية سينما العالمية سواء بفرنسا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا إذ خلف ورائه ورحمه الله تلك كبيرة من الأفلام المهمة التي شارك فيها وهناك سيحمدي عمور هذا الفنان الكبير الذي يتقن أدواراً متعددة كما كان له برنامج أسبوعي اسمه عالم الفنون هذا كان ينتظره الشباب أو غير الشباب بفارع الصبر ينتظره لسماء لأنه كان بمثابة مجلة أسبوعية تخبر الشباب والمستمعين بما هو جديد في عالم الفن سواء في المغرب أو في الشرق العربي أو في العالم إذن كانت له حضوة كبيرة كما كان هناك المرحوم دليس العلام الذي كان يشرف أو يقدم برنامجاً ناجحاً جداً على ذلك وهو الكلمات المتقاطعة هذا تجد الشباب كل خميس ينتظره في الساعة السادسة مساء للتفاعل معه كان برنامج من أجمل البرامج الذي تكونت منه مجموعة اسمها مجموعة الوعي والتعارف من كل المدن وقدمت مؤتمرات تقافية وكتابات ومحاولات الأخيرة وكانت هذا البرنامج نواة للقاء عدة كبير من الشباب المتقف وتعاونهم في مجال التقافة والإبداع كما أن العداء الوطنية كانت توفر على جوق موسيقي كبير يرأسه الأستاذ الراحل أستاذ أحمد البيضوي رحم الله هذا الفنان العبقري الكبير الذي أعطى للخزانة المغربية مالد وطابع وما أعظم ما من الحان الطيبة والشيقة سواء وكلها تقريبا من أشعار كبار الشعراء كبن زيدون وجيثة مصلاحه إلى غير ذلك من الآن ثم الأستاذ عبدالقاد الرشدي رحمه الله الذي أبدع وأعطى أعطى الكثير من ألحانه للشباب والشابات وأوصل الهدد إلى عدد كبير من مغنين من مطلبين إلى المعرفة ثم هناك أستاذ لا بد من ذكره وهو الأستاذ عبداللهاب أجومي عبداللهاب أجومي هذا الرجل من الذي يعتبر من جهابدة الموسيقى الغربية كان شغوف بتأسيس المراكز الثقافية وإعطاء دروس سواء على مواجد إداعة أو في المراكز الثقافية لتعليم الموسيقى بحداثرها وبكل ما تتوفر عليه من ثقافة وعمق فهذا رحمه الله غادر الحياة بطريقة يعني مؤسفة وفي نفس الوقت تظهر التضحية وحب العمل إذ كان عائداً من مدينة ابن ملال بعد أن أسس ودشن مركزاً للثقافة الموسيقية من مدينة ابن ملال ولكن عند عودته إلى مدينة الريباط في طريقه غادر الحياة ترحيدة إسير رحمه الله كما أنه لا يمكن أن ننسى دور الأستاذ كبير سعب بل جراري الذي كان بيته عبارة عن مدرسة لتكوين النجوم ودعم الأصوات وقد زرته وأنا طالب آنداك في بيته وعينته تبارك الله من الشباب من الأصوات النابغة التي قدمت للوطن ما يمكن تقديمه من الألحان الجميلة وبوسط هذا الرجل الذي كان مليء بالمعرفة التقافية والمعرفة الموسيقية كما أنك لا يمكن أن ننسى الأستاذ من الإسلام هذا الذي كان يعتبر آل التلحين لأنه لا يغيب كثيرا ويقدم أي أشياء لا تنسى بالإضافة إلى حياة البغاربة مع فنانين أو ثلاثة فنانين ومن دوب الجوج وهما الأستاذان العبقريان العملاقان عبدالهدي بالخياط وعبدالعبدالكوالي لم تكن بينهما منافسة ولكن كان بينهما سباق على على إعطاء الجمهور المغربي ما ما يستحق من ألحان ومن من أداء ومن كلمات جميلة حتى أصحاب الكلمات كانوا يعني من القراث الذي يرتاح له ترتاح له النفس كعلي الحداني كمثلا وحسن مفتي وآخرون لا أتذكروا أسمهم ولكنهم كانوا تبارك الله وماشاء الله يعطونا للكلمات معناها وبصدق كانوا يقدمون للمغرب ما هو جميل من كلمات ومن وللملحنين كالسي حسن القدميري وعديد كثير من الملحنين الذين ساهموا في إعطاء الموسيقى المغربية مكانة مرموقة ولا أنسى الدور الذي لعبهون الملحنون الشباب في آنذاك في تطوير الأغنية الأمازيغية التي يعني اكتسحت الساحة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب فكان هناك الشباب أمازيغي يختاروا الكلمات وكانت كلمات رائعة جدا عندما تترجم إلى اللغة العربية فإنك كأنك تستمع إلى شعراء من كبار الشعراء كأحمد سوقي ومتنبي إلى غير ذلك فكلمات الأمازيغية كان هناك أحد الأصدقاء اسمه العلوي ابنه مدينة خنفرة كان لاعب كرة ممتاز كان يجمع نجتمع به ويترجم لنا الكلمات الأمازيغية الأطلس المتوسط فغريب جدا تلك الكلمات عندما تترجم فإنك تجعلك تعيش في خيال شعري جميل جدا تحلك الآن بعض الشعراء كبار الذين الحمد لله تتوفر عليه عليهم بلدنا تلفزة المغربية كانت تقوم بأدوار طلائعية رغم الإمكانيات ورغم التقنية المستعملة لأندك فقد قامت بتقنيم برامج كان لها قبول جماهر كبير مثلا كخميس الحض خميس الحض ما زالت بعد الدول في أوروبا ما زالت قوم بمثله نقلا عنه تقريبا نقلا عنه كان يقدمه الصحفي المقتدير سيد مريض كان مريض سيد بواناني بواناني هذا الشعل الذي قدم الكثير للتلفزة المغربية وأعطى ما يمكن أعطائه لمعرفة كنوز البحر كما كانت التلفزة المغربية تقوم بحفلات الأقاليم أعطت الحق لكل إقليم من أقاليم الملكة في سهرات فنية كانت ماشي أسبوعية ولكن ربما كانت نصف شهرية أو شهرية ولكن كانت تقوم بعمل جبار في صبر غوار تلك المناطق من فنون ومن شعر ومن ثقافة ومن رسم ومن مسابقات في النهاية إلى غير ذلك فلما يكون المواطني يرى دائما نفس نفس السهرات كان يتمتع بزيارة الأقاليم ومعرفة كنوزها الفنية والثقافية على جميع المستويات كما أنها كانت تقدب وهذا شيء جميل كان التلفزة المغربية التي أول من نقلة كأس العالم كرة القدم سنة 1966 ستوستين عن طريق الأورو فيزيون طريق الأورو فيزيون كانت اتفاق مع الإدعاء وكان المغاربة يتفرجون على كل المقابلات الدولية التي تدور في أوروبا بدون مقابل بما كان الشريكارتا ولا كان المغربي يتفرج رغم أنه في ذلك الوقت كانت تلفزة بالأبيض والأسود ومع ذلك كان المغاربة يستمتعون بمقابلة الدولية ونشرات فنية ونشرات رياضية عن طريق الأورو فيزيون كان هناك اجتهاد رغم الإمكانيات ورغم أيضا ساهمت التلفزة المغربية في تنوير الفكر الفني بالمغرب إذ أعطت المجال لعدد كبير من فرق تمثيلية والتي اكتسحت آن ذاك الساحة كطيب صديقي ومجموعاته سيد أبقادر البلدو رحمه الله ورحمه الله وعاد جال من تلاميذ هؤلاء الذين قدموا أشياء كثيرة مع فرق أخرى ومع مصرحيات أخرى هذا الشيء أصبحنا الآن نراه يتضاءل للأسف الشديد ف مثلا مسرح محمد خامد في الرباط دارت فيه مسرحيات واستقبال عدد كبير من المطلمين الكبار وفي مقدمتهم أم كلتوم قامت قدمت سرطين في وكان الإقبال عجيبا ومسرح البلدي بالدربضة زار زاره عدد كبير من فنانين المغاربة والمشارقة والأوروبيين وكان الإقبال إقبال المغاربة يعني كان هناك شغف بحضور المسارح والتتبع المصرحيات الآن لا سينما كل سينما أقفلت أو أبوابها المسارح تعيش فقرا مدقعا الفرق تمتيلية تعاني من النقص من الخصص إلا أن هناك تحرك لدعم المصرح من طرف الوزارة الوصية لأنه لا بد من دعم هذا المجال الذي يعبره عن ثقافة وتاريخ المملكة المغربية إذا الفنون تسير سير الحتيتة ولكن ليس كالسابق كل ما نطالب به ويطالبه المغاربة القدماء هو أن نحافظ على هذا الرصيد الذي قدمه لنا جيل من الرجال المبدعين الفنانين ولا يمكننا أن نحط من قدرهم أو نتناسو وهناك الحسن حد ما تزال إذاع الوطنية إلى يومنا هذا دائما تعطي الأسبقية للأغنية المغربية سواء الأمازيغية أو العربية وهذا شيء يحسب لها و يشكر الساهرون عليها إذا هنا يتبين لنا أننا نريد فن وإبداعا حقيقيا يجمع بين الماضي والحاضر وإلا نسير في في الإسفاف في في إبداع لا يمكن أن يتقبله العقل أو الأدن إلا بمشقة أو يفرض عليك فأمامنا يعني عدد كبير من الوسائل لكي نحسنا من طريق فننا لكي نكون في المستوى المطلوب ولكي لا نعتدي على التقافة الفنية التي نحن بحاجة إليها والتي تسير بالمواطن إلى الدوق الرفيع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة